شرفنا خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم منورنا يا كابتن تحاية لي كتنقلي متحاية لكل مشاهدي كناتنادي الأهلي وفي البداية بنقول يا رب إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نادي الأهلي النهارد يفوز ويعتلي الكمة ويتبقى دي المباراة بالنسبة له يعني بمثابة الصعود خطوة والمباراة جاية تبقى يعني المباراة تبقى سهلة شوية كابتن أيمان قبل مروح لدي طاقم التحكيم بنتكلم على مباراة ودايما إحنا دايما كمقايمين بنقول بنصنف المباراة صعبة ولا متوسطة ولا سهلة أنا هتكلم في دارة عناصر مهمة كابتن أيمان ممكن أنت يعني أكيد هتبقى متفاهم أول كلام اللي هقوله بنقول أول عنصر هزيم وراء مباراة صعبة كدا نتيجة الفريقين عندهم قريبين أول نقاط قريبة الدوافع والحوافز عند الفريقين موجودة نتكلم على عامل الأرض والجمهور ده شيء مهم جدا نتكلم على أن المباراة بدون تقنية الفور ودي اللي بتصعب المباراة دايما جدا 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 إذن النهاردة هي مباراة صعبة الحكمية ومن هنا بقول إيه طب لما يبقى عندنا في دور مجمعات الفور مش موجودة كابتن أيمان وإحنا عندنا عشرين حكم من البروفيشنال اللي هم المحترفين لو أنت سأل أنا أقول لك هات من العشرين دولار خليهم يديروا دور مجمعات وخلي الحكم التاني لما يكون في تقنية الفور بالضبط كده ليه ليه كابتن أيمان مبيامي الحكم الجابوني لما نجي نقول إحسائياته هو لعب مباراة واحدة بس في مباراة الأمم الأفراكية طب حولك على مفاجأة أن في حكم لعبة أربع مباريات والسؤال وفي حكم لعبة ثلاثة في البطولة أنت النهاردة لما تيك تدي مباراة واحدة أكيد أنت كلاني الحكام قناعتك بالحكم مش كبيرة أولا صح ما ديتهوش تاني خلاص بالضبط كده خذ مباراة واحدة ومباراتين كحاكم رابع طبعا نتكلم على الحكم إمكاناته مش عالية أوي أوي طب لما تيك تطبق تقنيد الفور في مباراة تدي له لأن أي خطأ هيعدي منه حيلحاول الفور لكن النهاردة مباراة صعبة أقول ليه وأنا الجمهور حاكم كمان مش عندهو خبرات أحيانا الخبرات بتتعوض الناحية الفنية كابتن أيمان هو معندهش خبرات كبيرة أولا أو زي ما قلت حدك بدليل لعب مباراة واحدة بس في بطولة المفراج طب حسألني على الطاكم التحكيم هو طاكم تحكيم كله من الجابون بس ناقل حاكم المساعد الأول هو من الكاميرون طب النصايح هنا كابتن أيمان وأنا بنقول دايما للعابتنا حاجة مهمة جدا جدا عندما تكونوا برا بدون تقنيد الفور من فضلك منطقة الجساء ويدي مهمة جدا جدا ليه كابتن؟ التقدير النهاردة كابتن أيمان مش هتتراجع الحاكم النهاردة لو أخذ قرار حاش بيراجعهم سواء بقى خطأ سواء صح وخاصة في مخالفة لمسا الكرة بالإيد ودي مشكلة وعملها مشكلة كبيرة للحكام جدا فأنا أقول النهاردة يعني لعبين نادل أهلي في 18 تخلي بالك أحيانا ضغط الجنهور من ملعب يخلي الحاكم النهاردة كابتن الحاكم هوت معنا يخلي الحاكم النهاردة كابتن ياخد قرارات وهو مش مختلع بيها سؤال سريع كابتن على السريع هو ليه المعايير مختلفة في النقطة بتاعت الإيد في منطية الجزاء؟ كابتن أيمان هنا المعايير حاجة مهمة جدا جدا دايما الاتحاد الدولي بيؤكد على عشيء مهم من الاتحادك ونتحكم كبير قوي كل لجنة حكام قرية وكل لجنة حكام محلية دايما بتشتغل على النقطة لها كابتن أيمان إزاي توحد المعايير بالضبط في مخالفة ولكن بنكلم على الحكام فرقات كتيرة في اللي عنده الفهم الجيد للقانون في اللي عنده الفهم المتوسط فبتيجي في التطبيق التطبيق ده كابتن فيه مشكلة ليه؟ خلي بالك هقولك بتيجي تطبق لو انت ما عندكش شخصية وبتتشغل بالكونسدريشن أو الاعتبارات بتاعة الحالة بتتأثر ضغط الجمهور ومرة ضغط اللاعبين في مرة في مرة بتيجي تلايط نفسك بتحسب حاجة انت مش مقتنع بس بتحسبها لانتجي تضغوط عشان كده بقول إيه هذه المورة مورة صعبة لما ديكي الحط حكم فيها من البروفيشنال اللي هم العشرين يعني البروفيشنال هم عشرين حكم على مستوى كارة كابتن أيمان ان هم النغبة اللي هم النقبة كلها اللي هم محترفين يزدها قط lum待 من الاتحاد الدولة كابتن أيمان يعني شغلوهم التحكيم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآch ونجعل نجد الجهاز قودي مهمة جدا. نجعل نجد قوية قوية قوية. لأن لمس الرياض النهاردة لو هو صفر وخد قرار. لا يوجد رجوع. وانا بإذن الله يعني على ويكون إن شاء الله النادي الأهل النهاردة يخلص. ويسهل دايما النادي الأهل يسهل مهمة التحكيم. إن شاء الله النهاردة. يسهل على إيد النادي الأهل. مرة تانية بقول إن شاء الله نبارك النادي الأهل كانت ناعمل في المباراة. ونسهل المؤمورية اللي جاي. متفاعل؟ إن شاء الله متفاعل. بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كافتا ناصر ولينا أتقاه بعد المباراة إن شاء الله.